الآن أعطي للكلمة لمعالي الأمين العام سيد أحمد أبو لغيت فليتفضل معالي الأخ الصديق سامح حسن شكري وزير خارجية جمهورية نصر العربية رئيس الدورة العادية 159 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري صحاب السمو والمعالي الوزراء السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ الوزير على تولي جمهورية نصر العربية رئاسة أعمال الدورة 159 للمجلس الوزاري متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح كما أتقدم بالشكر لمعالي السيدة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية دولة ليبيا على رئاستها للدورة 158 من أعمال المجلس كما أتوجه بالتهنئة لمعالي السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج بالجمهورية التونسية الذي يشاركنا أعمال المجلس للمرة الأولى وأود أن أغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بتهنئة غالية ومستحقة للمرأة العربية نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة كما أقرته الأمم المتحدة وهي مناسبة لكي نعبر جميعا عن اعتزازنا بالمرأة العربية وبدورها المحوري في عملية التنمية في كافة المواقع والمجالات ولكي نجدد الالتزام بالاستمرار في تعزيز أوضاع النساء والمرأة في المنطقة العربية والارتقاء بها وضمان حصولها على حقوقها كاملة سيدات والسادة ينعقد هذا المجلس الموقع اليوم وسط أجواء عالمية وأقليمية متوترة ليس من قبيل المبالغة أو التهويل الخول بأن العالم يعيش أوضاعا لم يجربها منذ أربعة عقود فلأول مرة منذ سنوات طويلة يعود الحديث عن الحرب النووية كاحتمال وارد الحدوث ولأول مرة منذ سنوات نرى المنافسة بين القوى الكبرى وقد انتقلت إلى مرحلة الصراع بكل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات ويعانيها العالم ببأسره وليس فقط أطراف المنافسة أو الصراع لقد جرب العالم من قبل صراعات القوى الكبرى وما يصحبها من استقضاب حاد وانقسام الدول إلى معسكرات وأحلاف غير أن العالم اليوم ليس هو عالم القرن العشرين استضخمت شبكة العلاقات والاعتماد المتبادل والتجارة البينية والاتصال بين الدول على نحو غير مسبوق كما ظهر عدد من القضايا التي لا يمكن علاجها أو التعامل معها سوى في إطار متعدد الأطراف وعبر عمل مشترك تنخرط فيه دول العالم كافة تلك هي القضايا الخطيرة التي تخص مستقبل الإنسانية والبشرية بأسرها مثل التغير المناخي ونزع السلاح والأوبئة والتصدي للفقر وغيرها إن الدول النامية والأسواق الناشئة ومن بينها الكثير من الدول العربية تعاني للأسف أكثر من غيرها في مناخ عالمي كهذا فالتراجع الاقتصادي وما يرتبط به من مظاهر التضخم والتقلب الخطير في أسعار السلع الأساسية وبخاصة الغزائية ينعكس ولا شك على الاستقرار الاجتماعي ويضع صعوبات وتحديات مضاعفة أمام عمل الحكومات من أجل حماية الفئات الأضعف وفي تقديري أن هذه التحديات المستجدة تفرض على دول المنطقة العربية إلى أهمية أكبر للتفكير الاستراتيجي في التعامل مع الكوارث والأزمات والأوضاع الطريقة وقد رأينا جميعا ما سببته كارثة الزلزال الذي ضربت تركيا وسوريا قبل شهر من ضمار هائل وما خلفته من ضحايا نترحم عليهم جميعا ونضع الله أن ينزل سكينته على قلوب أهليهم وبرغم تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول العربية إلى الشعب في سوريا وأيضا إلى تركيا وشعبها وهو ليس بغريب على المرؤة العربية ويعكس عمق رابطة الأخوة في العروبة التي تتجاوز أي خلاف سياسي أقول برغم تدفق هذه المساعدات فإن الحاجة تشتد إلى آلية عربية جماعية للتعامل مع الكوارث بل الاستراتيجية عملية للتعامل مع الأزمات الخطيرة ذات التأثير الممتد وتحضرني في هذا المقام الاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغزائي والتي تبنتها قمة الجزائر في نوفمبر من العام الماضي والتي تعالج أزمة خطيرة متفاقمة يعاني منها عدد من الدول العربية على أكثر من مستوى فهناك الصومال الذي ضربه الجفاف لأربع سنوات متوالية وصار الملايين من سكانه من النازحين وهناك اليمن وسوريا اللذان يعيش قسم كبير من سكانهما على المعونات الغزائية وهناك أوضاع غزائية هشة في دول عربية أخرى كما أن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ضغوط إضافية على الدول المستوردة لها وهذه الأوضاع تفرض علينا جميعاً التعامل مع استراتيجية تحقيق الأمن الغزائي العربي لا باعتباره طرفاً وإنما ضرورة ملحة لمواجهة أوضاع تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها سيادة الرئيس أن حالة خفض التصعيد والتهداء النسبية التي تشهدها النزاعات والأزمات الإقليمية بدرجات متفاوتة تمنحنا فرصة للعمل بجد من أجل مساعدة الدول في التوصل إلى التسويات السياسية المطلوبة من أجل إنهاء الأزمات القائمة إن الحفاظ على سلامة الطراب الوطني والوحدة السياسية لهذه الدول العربية العزيزة علينا جميعاً من دون تدخلات في شؤونها أو تعد على سيادتها واستقلالها هو هدف عربي نسعى إليه جميعاً ونعمل له ونحض عليه سيادة الرئيس تواجه القضية الفلسطينية تحدياً خطيراً في الفترة الأخيرة باعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سدة السلطة إنها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان للسلام وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل ومن بين رموز هذه الحكومة من يجاهر علناً برفض حل الدولتين بل وبتصفية الفلسطينيين وضم أراضيهم ولم يكن مستغرباً على حكومة هذا هو برنامجها المعلن وهؤلاء هم المعبرون عنها والناتقون بأسمها أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة على نحو ما تابعنا جميعاً خلال الفترة الماضية إن الحكومة الإسرائيلية تشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها وقد شاهد العالم كله جريمة إحراق المنازل والممتلكات التي مارسها مستوطنون أعماهم التطرف والكراهية في حوارة ورأينا هذا كله يجري تحت سمع وبصر بل وبحماية من الحكومة اليمينية الإسرائيلية في طقس بغيض ووحشي يعود بنا إلى ممارسات العصور الوسطى وفي تجرد كامل من كل معاني القانون والإنسانية إننا جميعا نجد أنفسنا أمام تحدي حقيقي لأن استمرار مثل هذه الممارسات يجر المنطقة كلها إلى هوية من التطرف والعنف وأقول بكل صراحة إن على المجتمع الدولي وكافة محبي وأنصار السلامة في العالم الاطلاع بمسؤولياتهم نحو لجم السلوك المتطرف الذي تباشره حكومة الاحتلال التي لا تكتفي بتقويد أي فرصة لتطبيق حل الدولتين عبر التوسع في البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم البيوت وإنما تسعى أيضا إلى إشعال حربا دينية وخودوها التطرف والكراهية لقد اجتمع المؤتمر الدولي حول القدس سمود وطنمية في هذه القاع يوم 12 فبراير الماضي بحضور عالي المستوى من القادة العرب وكذا السادة الوزراء وكبار المسؤولين كانت رسالة المؤتمر هي التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في القدس وأشدده على أهمية أن يتتحول هذا التضامن إلى برامج ملموسة للتنمية في القدس الشرقية التي يريد الاحتلال إفراغها من سكانها عبر سياسة التهجير القصري وحصار الوجود الفلسطيني لتغيير الميزان الديمغرافي في المدينة وتهويدها إن شهر رمضان المعظم على الأبواب وهو مناسبة للسلام والرحمة وذكر الله تتطلع فيها أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين ونشدد من هذا المنبر على أن إشعال الموقف في القدس وبالتحديد في المسجد الأقصى والحرم الشريف خلال شهر رمضان سيمثلوا عملا استفزازيا للمسلمين في كل مكان وإن سعي عناصر متطرفة في حكومة الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في البلدة القديمة وتخطيطهم لتحركات استعراضية لتسجيل المواقف لدى ناخبيهم لن يكون من شأنه سوى إلهاب المشاعر وتفجير الموقف وإشعال فتيل مواجهات دينية في الختام أقول أن المنطقة العربية تواجه تحديات تقتدي منا جميعا العمل المتضافر وتنسيق المواقف ففي زمن الاستقطاب والمنافسات بين القوى الكبرى تكتسب التكتلات بين الدول قيمة أعلى ووزنا أكبر وأظن أن التكتل العربي قادر بإمكانياته وقدرات دوله وثقلها في العالم على خلق مساحات للحركة والاستقلالية الاستراتيجية عبر مد الجسور مع الجميع والحفاظ على حرية الحركة والقرار وقد رأينا القمة العربية الصينية الأولى وهي تلتأم في ديسمبر من العام الماضي في الرياض لتقدم نموزجا على العمل الجماعي مع كافة الأطراف الدولية على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ومن دون أن يكون ذلك موجها ضد أي طرف أو أن نسقط في فخ الاستقطاب والأحلاف أتمنى لأعمال هذا الاجتماع وهذه الدورة كل النجاح والتوفيق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم